موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق عملية ثأر الأحرار ومئات الصواريخ تتساقط على المدن والمستوطنات الإسرائيلية أي معادلة جرى تثبيتها اجتماع موسكو الرباعي يتفق على خريطة طريقا لإعادة العلاقات بين أنقرات ودمشق والأسد يتلقى دعوة الملك السعودي إلى قمة جدة ما الذي أملى هذه المتغيرات مرحبا بكم مئات الصواريخ تساقطت على المدن والمستعمرات الإسرائيلية في وضح النهار وتحت ضوء الشمس وفي ساعات الليل هي عملية ثأر الأحرار التي أطلقتها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ردا على مجازر الاحتلال وانتقاما للشهداء القادة في سرايا القدس وضعت الغرفة المشتركة خطا أحمر وهو استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء الشعب الفلسطيني واغتيال رجاله وأبطاله وأعلن التجاوز الخطوط بأنه سيواجه بكل قوة وأن المقاومة جاهزة لكل الخيارات وإذا تماد الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياما سودا في انتظاره تماما كهذا اليوم الأسود الذي حول المشهد في الجانب الإسرائيلي إلى ساحة حرب المستوطنون داخل الملاجئ وصفارات انذار متتالية مع تساقط صواريخ المقاومة على المستوطنات التي بدت خالية مع فرار آلاف المستوطنين من منازلهم منذ اللحظات الأولى لإقدام الاحتلال على هذا العدوان الغادر إذن معنا للمقاش الملف الأول في المسائية هنا في الستوديو سيد باسم قاسم الباحث في مركز الزيتونة للدراسات على أن ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر الكاتب في سؤون السياسية والعسكرية السيد أحمد عبد الرحمن وأبدأ معك سيد باسم قاسم ما هي القراءة للموقف حيث وصلنا عندما تنشر حركة الجهاد الإسلامي قبلك لصورة تحمل ثلاثة شهداء الثلاثة القادة الذين تم اغتيالهم في العدوان الإسرائيلي الغادر إلى جانبهم الشهيد خضر عدنان وتقول رعب ثأر الأحرار بتوقيت التاسعة تاسعة البهاء وما نشاهدهم ميدانيا ما هي قراءة الموقف الآن أي خلاصات نخرج بها بداية الموقف كان مفاجئا للقادة الإسرائيليين الذين ظهروا بالأمس في مظهر المحتفل بسبب على العملية الإغتيال القادة الثلاثة فتفاجأ العدو الإسرائيلي بالتوقيت الذي قابت به المقاومة بالرد على هذا العدوان وكذلك بطريقة الرد والتي كانت تسعد خارج نطاق الذي حدده العدو الإسرائيلي وهي 40 كيلو متر فتفاجأ بكمية الرد وكمية السواريخ والاستراتيجية التي تتعامل بها المقاومة وبكم السواريخ الذي استطاع أن ينفذ من منظومة القبة الحديدية ويستهدف عسقلان وستيروت وتل أبيب ومحيط الأبيب فهذا كان قلب المعادلة وقلب الموقف الإسرائيلي رأسا على عقب الذي كان يطمع بأن يخرج القادة الإسرائيليون من هذه المعركة مرفوعية الرأس بتواجهين إلى الداخل الإسرائيلي المأزوم بأننا نحن أصحاب اليد العليا في هذه الجولة الجديدة من العدوان ولكن كان رد المقاومة خاصة أنه جاء عن طريق الغرفة المشاركة وليس بطريق الاستفرات كما كان يحاول العدو الإسرائيلي بأن يستفرد بحركة الجهاد الإسلامي فكان الرد رداً وشاركاً على مستوى الموقف وعلى مستوى الحدث وهو متصاعد وهو يحمل الكثير من المفاجآت خلال الساعات والأيام وهذا يدفعنا الإشارة لما يخرج الآن من الميادين مصادر من المقاومة بأنه مستعدون وهنا الحديث عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة مستعدون لأطول مدة زمنية للقتال وتوسيع دائرة النار إذا استدعى الأمر وتحدثت أيضاً المصادر في المقاومة مشاهدين نقلاً عن غرفة العمليات المشتركة بأن الاحتلال استجدى وساطات كثيرة لوقف إطلاق النار وذلك لم يتمكن من الوصول إليه لأن المقاومة تصر على شرطها بأن يلتزم الاحتلال ووقف سياسة الاغتيالات هذا يحيننا إليك بعد تجديد الترحيب بك بانضمامك إلينا سيد أحمد عبد الرحمن ما الذي يثبت الآن؟ ما الذي يقوله الواقع الميداني في صليات الصواريخ التي خرجت مئات الصواريخ مساء من غرفة العمليات المشتركة وما تعلنه أيضاً حركة الجهاد الإسلامي أيضاً قبل قليل بأن استهداف أيضاً المنازل المدنية سيواجه برد بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين الكرام يعني اسمحيني سترامي أن أوصف ما حدث اليوم إذا سمحت لي وإذا كان وهذا هو جوهر السؤال نعم يعني لو دقيقة زيادة يكون ممنون كثير لكم بإذن الله على كل حال اليوم يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة مراحل وأنا سأوصف واقع ولن أجتهد أنا سأوصف واقع نتيجة معلومات ولن أجتهد في التحليل المرحلة الأولى كان بداية الرد الأساسي بعد الثانية والنصف ظهراً تقريباً كان هناك رشقات كثيفة من الصواريخ أطلقت هنا من قطاع غزة وصلت مباشرة إلى تلبيب يعني هي لم تنتظر كثيراً كان هناك بعد الغارات الإسرائيلية طبعاً كان هناك غارات إسرائيلية على مواقع وقالت الصحافة والجيش الإسرائيل لأنها ضمرت مخازن صواريخ للجهاد الإسلامي وأنها أفقدته قوته وكثير من هذا الكلام الذي لا يوجد له أي صلة على أرض الواقع كان هناك الرشقات المتتالية التي بدأت من هنا من الغلاف في دقيقتين كانت الصواريخ انتقلت إلى تلبيب مباشرة هذه كانت ضربة هائلة جداً وكبيرة جداً هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بدأت تقريباً الساعة السابعة والنصف مساء هذه فيها تفصيل إذا سمحت لي ربما إذا جاز لي أن أتحدث وهذا أنا علمته من مصادر موثوقة كان هناك ضغط هائل وأنا أعني ما أقول ضغط هائل بالتحديد على قيادة الجهاد الإسلامي بدأ طبعاً الوساطات في كلمة واحدة الوساطات حتى ظهر اليوم لم يكن هناك وساطات أنا أؤكد لك أنه لم يكن هناك وساطات لم يتحدث أحد مع المقاومة ربما بعض الاتصالات إذا جازت التعبير بالحب بالود ولم تكن رسمية الوساطات الرئيسية حتى ما أرسل كانت برقية تعزية بالتحديد للجهاد الإسلامي لم يكن هناك حديث عن الوساطات ليس أكثر من ذلك بعد الضربة الأولى تم هناك وساطات ولكن من دون ضمانات هذا الذي عرض على قيادة المقاومة ولسيما على قيادة الجهاد الإسلامي من دون ضمانات بوقف الإغتيالات في المرحل القادمة على أكل تخدير الجهاد الإسلامي رفض الالتزام بوقف إطلاق نار متبادل ومتزام من دون وجود ضمانات فتم بين مزدوجين لا أقول ابتزاز ولكن كان هناك ضغوط بشكل أو بآخر على قيادة الجهاد الإسلامي لا أريد أن أتحدث في التفاصيل ولا يجوز لي أن أتحدث في هذه التفاصيل ولكن هناك ما يمكن أن أسميه بالضغوط وضغوط كبيرة مورست لأكثر من ساعتين حتى وصل الحد إلى إعلان بعض الجهات وربما تابعتهم وتابع جميع من يتابع الإعلام أن هناك تسريبات فأنه تم التوصل لإطلاق نار الساعة الخامس لوقف إطلاق نار الساعة الخامس عصرا يعني بعد دان العصر بحوالي نصف ساعة وفي بعض الأحيان قالت الصحف الإسرائيلية في الساعة السادسة هذا كان من الضغط من وسائل الضغط على المقاومة لا سيما بالتحديد وأكد هنا تصدر المشهد بسبب أنه ولي الدم هذا أولا وبسبب أنه تم لا أقول تضليله ولا خداعه ولكن كان هناك تفاصيل أيضا لا أستطيع أن أتحدث عنها في اغتيال القادة في غدر الجهاد الإسلامي يوجه رسائل ليس لإسرائيل فقط الجهاد الإسلامي يوجه رسائل لأكثر من طرف أنا لست مخولا بالحديث عنها ولا عن هذه التفاصيل ولكن الجهاد الإسلامي في عقل الجهاد الإسلامي وأنا سمعت هذا الكلام يوجه رسائل لأكثر من طرف للوسطاء الإقليميين والأمميين والذين حاولوا كما قلت فرط تهدئة رغما عن الجهاد الإسلامي قال لهم اليوم بعد السابعة والنصف وفي التاسعة لا يمكن على الإطلاق لهذه الصوريخ أن تتوقف إلا بأن تنفذ شروط المقاومة وشروط الجهاد الإسلامي لماذا هذه الإشارة هذه الإشارة أستاذ أحمد عبد الرحمن وأنتقل للسيد باسم قاسم هي للتركيز على نقطة في الخلاصات اليوم في قرار موحد بالنسبة لفصائل المقاومة غرفة العمليات المشتركة كل الفصائل وكان في تركيز على حركة حماس وكان رد كبير من خلال هذا الموقف المشترك وأيضا الحرص على مكانة حركة الجهاد الإسلامي ضمن فصائل المقاومة الخلاصات التي الآن نخرج بها إن كان على مستوى الموقف الواحد القرار الواحد الرد الواحد وأيضا بالنسبة للمعادلات التي نصل إليها خصوصا بالإصرار على أن يكون هناك التزام بشرط المقاومة وقف الاغتيالات بداية الخلاصة الأولى أن أي عدوان على الشعب الفلسطيني أو أي مكون من الشعب الفلسطيني هو عدوان على جميع الشعب وجميع الفصائل فالعمل المقاوم الذي تمه من خلال الغرفة الموحدة أعطى رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي لأن الرد الآن هو ليس من قبل فقط الجهاد بل من قبل الحماس والفصائل الأخرى وهو متطور وفق التطورات والردود الفعل الإسرائيلية هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية موضوع العودة إلى الوراء موضوع أن الإسرائيل عندما يدخل في حرب ويخرج منها لا يخرج باتفاق علني إنما يعود ويخلف تحديداً بموضوع الإغتيالات إغتيالات قادة المقاومة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة فهذه المسألة مسألة جوهرية في أي مهوضات دائرة الآن أو ستدور في الساعات القادمة النقطة الثالثة المهمة كذلك أن لدى المقاومة في جعبة المقاومة مفاجآت عديدة الآن الاستهداف هو لمناطق محددة ربما مفتوحة ربما مهمة لكن هناك مناطق أهم بمعنى أن هناك مراكز كيميوية وهناك مطارات وهناك قواعد عسكرية هذه لم يتم استهدافها ولكن ربما بحال تطورت وتوسعت المواجهات فإن أهدافاً عدة ستدخل ضمن دائرة القصف وهذا يعيه العدو الإسرائيلي وهو يخشاه لأنه نرى التحرك المفاوضات والتدخل المصري والقطري الآن وضغط على المقاومة للحد من السواريخ وأطلاق السواريخ والعودة إلى غلاف غز يعني أن يكون الرد ضمن نطاق غلاف غز 44 كيلو متر وأن لا يتعدى هذا الحد فالعدو الإسرائيلي يعيش الآن في مأزق داخلي كما هو معلوم داخل الحكومة انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي تراجع المكانة للحكومة الإسرائيلية في استطلاعات الرأي المعسكر الصهيوني اليمين المتطرف الديني الحاكم هو الآن في تراجع إلى 50 مقعد من أصل 64 الآن موجود في الكنيسة فإذن هو يخشى هذا التحول المكانة الدولية كذلك هناك ضغوط أمريكية وضغوط أوروبية والآن قبل قليل كان في عاجل عشاشة الميدين نقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية وأنا أبقى معك سيد باسم قاسم بأن وزير الأمن الإسرائيلي أفغالند أجرأ اتصاله مع وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن يناقش فيها جولة المواجهة هذه أو القتال مع قطاع غزة كما تم توصيف المصالحات هنا بالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية يعني اتساقا مع ما تتفضل صحيح الجانب الأمريكي يريد تخفيف الجبهة الآن يريد التركيز على المعركة الدائرة في أوكرانيا يريد تخفيض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط للتفضي أو للاهتمام بموضوع الإكراني وموضوع الصيني على الشكل العلني اللي بولاية المتحدة تدعم إسرائيل بالأسلحة وفي الدعم ولكن من تحت الطاولة ربما هناك رسائل أمريكية لتخفيض حدة النزاع التي يسير فيها نتنياهو وفق مقارب شخصية بداية من الهروب من مأزق بلفات الفساد من مأزق تراجع دور الحكومة من مأزق الشرخ الداخلي الذي يعيشه الكيان من مأزق الفشل التطبيع وفشل العمليات أو اتفاقات الإبراهيمية السائرة في أممتغة الشرق الأوسط صور مهمة جدا وتحدثنا عنها ويجب أن نشير إليها من جديد هذه الصور لحجم الدمار الذي طال عسقلان وسيبروت عندما على قيادة الجهاد الإسلامي فردت الجهاد الإسلامي في السابع والنصف لو لاحظتم بقصف مكثف شديد جدا هي وفصال المقاومة أيضا وصلت اللبيوة بئر السبع التي لم تكن تستهدف أو لم تكن قد استهدفت خلال الضربة الأولى كان القصف مكثف بأكثر من مائة صاروخ هذه المرحلة الثانية هذه كانت رد على تسريب اتفاق أو التوصل هو كان فرض اتفاق بقفة لقمار وليس اتفاق لم يكن هناك اتفاق ولم يكن هناك رضا المرحلة الثالثة بعد هذا النيتنياهو والقلنت الذين يتفاخرون اليوم بقتل الأطفال والنساء يقصفون قادة المقامة وهم بين أطفالهم وهذا يدل أن هذه الدولة لا تتمتع بأي شيء من الأخلاق ولا تلتزم بأي مواثيق يتفاخرون بقتل القادة بين أبنائهم وهذا جريمة كبرى يجب أن يحاسبوا عليها بعد أن تفاخروا وقالوا أننا جردنا أيضا مرة أخرى جهاد الإسلام من قوته وأننا ضمرناهم وقتلنا قادتهم وفقدوا السيطرة فجاءتهم صرايا القدس وأنا هنا أحدد القصفة الساعة التاسعة كان بالتحديد من صرايا القدس واستخدم فيه صواريخ استخدمت قبل ذلك ولكنها هذه مطورة صواريخ بدر ثلاثة التي قصفت عسقلان وتعرضون كنتم قبل قليل وكل العالم عرضة الضمار الهائل في عسقلان هدم المباني هذه الصواريخ تحمل 500 كيلو جرام الرأس المتفجر للصاروخ الواحد نصف طن من المتفجرات لذلك هي تهدم البيوت فأيضا تتجاوز القبة الحديدية هذا كان رد على تصريح جلانت ونتنياهو وأنتم تعرضون الآن وهذا التبجح ولكن على الأرض الجميع يعرف من يدخل إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أقصد وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مزيد من هذه المشاهد مزيد من هذا الضمار في تلبيب هناك مشاهد ضمار كبير في بير السبع في زديروت وهناك إصابات كبيرة حتى 16 إصابة التي يعلنون عنها قبل قليل هذه لا شيء يذكر ممن حدد الإصابات الكبير يعني من يريد يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي انظر ماذا يقول المستوطنون الصهيل هذه الثلاث مراحل مرت كانت الأولى رشقة أساسية والرد الأساسي هناك ضغط كان بعض العصر ردت عليه المقاومة لأننا لن ننصع الاتفاق يفرض علينا من دون أن نفرض شروطنا أو على أقل تخدير توقف الاغتيالات المرحلة الثالثة كانت في الساعة التاسعة رد على هذا النتنياهو الذي خرج يتبجح ويتفاخر فردت عليه صراير قدس تحديدا وأيضا فصال المقاومة بهذه الرشقة الهائلة التي هناك صور لو أردت سيذهل منها وناس كثيرون يعني هناك صور أنا شاهدتها خاصة كما يبدو وستنشر على الإعلام قريبا هائلة جدا رشقات هائلة جدا ولم تستطع القبة الحديدية التي اليوم اعترفوا بفشلها عندما استعانوا بعصى داود صاروخ مليون دولار أطلقوا صاروخ ثمنه مليون دولار لإسقاط صاروخ كان متوجه إلى تل لبيب هذا هو عين الفشل الذين يتفخرون اليوم قبل قليل في الكرياء هم يعرفون أنهم فشل ولكن يريدون خداع الجبهة الداخلية الأوضاع حتى الآن الأوضاع في أشدها نحن في حرب حقيقية حتى الآن أقول أنا ولا أقول بعد الساعة أو ساعتين حتى الآن حتى هذه اللحظة نحن في حالة حرب حقيقية والأمور ذاهب إلى تصعيد كبير ما لم يلتزم العدو هذا هو الشر حد أصابع ولا يأذرع وفي كلمة للمقاومة وريد أن أفهم منك نقطة بالإذن منك أستاذ باسم عندما تحدث عن هذه المراحل لرد المقاومة ثأر الأحرار وعندما تقول بينما شهدناه منذ الثانية والنصف إلى السابعة والنصف وصولا إلى التاسعة البهاء وهذه فيه أيضا نشرته حركة الجهاد الإسلامي يعني البوستر ملصق فيه صورة الشهداء الثلاثة القادة الذين اغتالتهم إسرائيل إلى جانبهم الشهيد خضر عدنان بعنوان رعب حاضر في ثأر الأحرار تاسعة البهاء ما الذي أريد إيصاله انطلاقا من ذلك في وحدة للموقف قرار بالنسبة لغرفة العمليات المشتركة رد تم الالتزام به بضبط ميداني ولكن أعطيت هذه الفسحة في هذه الرسالة لحركة الجهاد الإسلامي ما الذي أريد أن يقال من ذلك سؤال لي نعم 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 لك سيد أحمد ببعض أنه يعني كريم في معلوماتك لا هذا هذا واقع أنا لا أبالغ في الحقيقة يعني لا يعتقد أن أحد أنني أبالغ أو زي في الوقاء أنا أقر أن هناك عمل واحدة ومشترك وأن هناك غرفة عمليات مشتركة وأن هناك تضامن شعبي هائل يقف خلف المقاومة الذين يهربون في زديروت وعسقلان وتلبيب في غزة هنا يخرج الأطفال يكبروا ويصفقوا للصواريخ غزة هذه تختلف عن كل يعني أماكن أخرى الأماكن الأخرى في العالم أنا أقول لك التالي انظر الجهاد الإسلامي كما يقال هنا هو ولي الدم نعم هم أبناء الشعب الفلسطيني هؤلاء القادة ولكن الجهاد تحديدا كونهم قادة في سرايا القدس هو ولي الدم المباشر مع بالغ الاحترام لكل الأدوار التي تقوم بها فصال المقام وهي أدوار مهمة مهمة جدا ولا أقلل من حجمها ولكن الجهاد الإسلامي حدث عن رسقات الصواريخ مئات الصواريخ التي خرجت من قطاع غزة في رد المقام ومسائر الأحرار في نقطة قبل الاتهاب للتقريد أسألك عنها أيضا سيد باسم قاسم كنت تتحدث عن سيناريوهات توسيع دائرة المواجهة صحيح كانت تعطينا بعض المعلومات بأنه موضوعة بنك أهداف بالنسبة للمقاومة إذا ما توسعت ربما السيناريوهات صحيح هناك بنك أهداف للمقاومة لا شك وهذا الإعداد يعني في السنوات القادمة والأشهر القادمة المقاومة تحدث أهدافها وفق الامكانيات لكن الآن في هذه المواجهة نعم هناك بنك أهداف لدى المقاومة وهناك توقيت يعني لا تريد المقاومة أن تكشف كافة أوراقها إنما يعني تتصرف بطريقة أكثر يعني استراتيجيا وأكثر تأنيا بما يوجع الإسرائيلي أود أن أشير هنا أن يعني في دراسة صدرت عن مركز زيتون تحدثت عن موضوع صواريخ المقاومة وموضوع منظومة قبة الحديدية نرى الآن خلال هذه المواجهة أن المقاومة اتبعت استراتيجية تفشيل أو إفشال منظومة قبة الحديدية وليست من طريق فرق إنما من وفق استراتيجية مدروسة أولا تطور الصواريخ التي لدى المقاومة ثانيا عمليات الغمر وعمليات إطلاق الصواريخ بكثافة أدى إلى فشل منظومة القبة الحديدية الثلاثاء الماضي إنما كان هناك مواجهة نسبة نجاح وفق الجيش الإسرائيلي نشرته صحيفة معاريف 67% لمنظومة القبة الحديدية ربما وبالتأكيد أنها ستنزل إلى ذلك منظومة القبة الحديدية أصبحت الآن ربما بلا عمل وإنما تحتاج إلى التحديث أو أن المقاومة بما تملكه من أسلح حديثة باتت تتفوق على هذه التقنية وبذلك تم إدخال مقنع داوود الذي يكلف كل صاروخ يستخدم فيه مليون دولار والقبة الحديدية 50 ألف ومن المهم في أن مرحلية أو هندسة ترد المقاومة بين صمت المقاومة حوالي 38 ساعة وذلك شل إسرائيل وكلفها كثيرا وأيضا مستوطرات غلاف خزة والآن عندما نتحدث عن جدوى الميداني لذلك سنكمل في السيناريوهات وإياك سيد باسم قاسم وأيضا سيد أحمد عبد الرحمن لكننا سنتهب إلى هذا التقريب في قراءة أيضا بين رد المقاومة والموقف الآن بالنسبة لإسرائيل نتابع في غزة الصمود تنقلب المعادلة بعد تريوث المقاومة في الرد حتى إنها أجلت يوما كاملا وبضع ساعات واترت بذلك أعصاب المستوطنين وقادتهم على حد سواء ردت فصائل المقاومة بدفعة من الصواريخ تجاوزت المائة خلال ساعة واحدة والمائتين لاحقا فابتلعت لسانها إسرائيل صامتة إن استثنين قصفا مدفعيا ربما امتصاصا لصدمة رد المقاومة الأولي رد وصلت صواريخه بادئ الأمر بالعشرات إلى تل أبيب كانت الأخيرة قد هددت متوعدة تستبق أي رد من المقاومة الفلسطينية وتسعى للتفرقة بين الفصائل ولكن إسرائيل أدركت بعد الرد أبعاده العسكرية والسياسية إن قرأت رسالة الفصائل جيدا في حجم الرد دلالة على أن الصعب صعين من منظور كثافة همار السواريخ وفي مكان الرد أي ضرب تل أبيب ابتداء ثم تدلالة على أن الاستهداف لا يكون بالتدرج إن بلغ إجرام الاحتلال مداه ذلك البعد العسكري وأما عن التآم الفصائل على القرار وفق سياسة موحدة فلم يجد نفعا للغاية الإسرائيلية تأكيد الانفراد بالجهاد الإسلامي وحدها وكان أن تصدت الغرفة المشتركة بالرد الصاروخي رد حمل في طياته طبيعة المواجهة إن أصر نتنياهو وحكومته المهددة بالتصدع على معركة أخرى تستمر أياما أو حتى أسابيع لكنه لاذ برهانه ذاك إلى الوساطة المصرية مستنجدا لعله يجد من ورطته تلك مخرجة وساطة تهافتت وسائل الإعلام الإسرائيلية على رصد نتائجها وإذا بها تنقل تقارير مصرية عن بدء وقف إطلاق النار لتأتي صليات صواريخ المساء مبددة آمال الإسرائيليين بالتهدئة وتزعم إسرائيل داخليا عدم اعترافها بالهدنات مع المقاومة الفلسطينية لكنها تبلغ الجانب المصري بحسب تقارير إعلامية قبولها بوقف استهداف قادة الجهاد وتطبيق الهدنة وذلك بصرف النظر عن مآلات الأمور سيد أحمد عبد الرحمن انطلاقا مما استمعنا إليه في التقرير نحن نتحدث عن رد للمقاومة على مراحل عددها واضح بأنه بن يامين نتنياهو يمتص في حالة انتصاص لهذا الرد طريقة التعاطي الإسرائيلي حتى الآن الاتصال بوزير الدفاع الأمريكي الضغوطات التي تحدثت عنها وتحديها بالنسبة للمقاومة إلى ماذا تفضي إلى أين تتجه الأمور برأيك أي سيناريوهات يمكن رصدها أولا نسمح لي فقط أن أشار الضيف الكريم للموقف الأمريكي الموقف الأمريكي مشارك كان في تنفيذ عملية الاغتيال بشكل واضح وأنا لدي الدليل القنبة القنابل التي استخدمت في الاغتيالات جي بيو 39 هذه قنابل أمريكية بالدرجة الأولى وهي موجودة في المخازن الأمريكية مخازن تابع للجيش الأمريكي اسمح لي أنا أطعك سيد أحمد عبد الرحمن سامحني لأنك تحدثت عن الصواريخ وتلك الكثيرة والكبيرة والرشغات المكثفة وصواريخ يعني صورها مهمة الآن عرضت حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هذه الصور نتابعها وإياك مع ذرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة في تصريحي الصحفي مع وزير أمنه قال بأننا دمرنا القدرات حركة الجهاد الإسلامي هذه الصور تشير إلى ضحط ما ادعاه بنيمين نتنياهو تفضل سيد أحمد نعم في الحقيقة هذا الصاروخ الذي تشاهدون هذا الصاروخ بدر ثلاثة الذي أشرنا إليه هو صاروخ ليس طويل المدى مدى حوالي 30 كم لذلك دائما ما يتم التركيز من خلاله على مدن كنديفوت وعسقلان وصولا إلى يعني الجنوب مدينة سدود على بعد 40 كم هذا للإشارة فقط أعود للموقف الأمريكي المشارك لأن هناك في الصحافة الإسرائيلية كيلة من الأمس أن وزير الخارجية اتصل بجاك سوليفان مستشار الأمن القومي وابلغه بينية إسرائيل استهداف قادة الجهاد الإسلامي وهناك موافقة أمريكية والقنابل التي أشرنا إلى جيبيو 39 هذه موجودة في المخازن وهذا منشور هذا الكلام منشور في بعض المواقع كثير من المواقع ليس من اليوم منذ مدة عن ماذا تحتوي هذه المخازن الأمريكية هنا في الأراضي المحتلة أمريكا مشاركة هذا أولا ثانيا يعني ما تعرضونه مهم جدا مهم جدا أنا كنت أشرت له قبل قليل وأعتقد هناك صور أخرى أنا لست طبعا مسؤولا عنه وليس لي علاقة بهذا ولكن أنا أعرف من خبرتي في هذا المجال وأنا هنا من غزة يعني أستاذ راميا والضيوف الكرام أنا أعرف ماذا يحدث لدي جزء يعني معلومات متواضعة يعني ليس كالميادين طبعا ليس كالميادين على كل حال أنا أعتقد نحن الآن نحن الآن في مرحلة إما ما قبل التهدئة وإما ما قبل الانفجار الكبير هذا هو الواقع حاليا أنا أوصف واقع ولا أجتهد إما قبل التهدئة وإما ما قبل الانفجار الكبير للانفجار الكبير يعني أننا ذاهبون إلى شعاء أكثر من 150 كيلومتر على أقل تقدير نحن سنتجاوز تلبيب وسنتجاوز بتحتكفة ونتجاوز هيرسيليا هذا إذن فجر الوضع أنا أقول أن هنا من خبرتي في هذا المجال وسنتجاوز ربما نصل إلى 150 كيلومتر إلى حيفا هذا مطروح بشكل كبير لأفصال المقاومة وفي إمكانيات ذلك على هذه العنجهية لا لا يمكنها تصل إلى طبرية في إمكانها تصل إلى 180-190 كيلومتر إلى طبرية في الشمال في أقصى الشمال وإمكانها تصل إلى أكثر من 250 كيلومتر وهذا وصلته في سيف القدس وتذكرون عندما قصفه مطار رامون صاروخ أطلقته وفي سيف القدس وفي سيف القدس لو سمحت لي في سيف القدس نعم وريد أن أسمع رأي سيد باسم قاسم سيف القدس استجدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل طلبت أن يكون هناك مساعدة لوقت إطلاق النار وكان هذا دفع بايدن أساساً لأن يجري التواصل ويكون هناك عمل مباشر للوصول إلى تهدئة سيد باسم قاسم ما هي العوامل وما هي المعايير التي تضعها المقاومة في تعاملها بين سيناريوين قال سيد أحمد عبد الرحمن إما تهدئة أو الانفجار الكبير ومفهوم الانفجار الكبير هل يعني فقط ساحة فلسطين؟ بداية تطلبات المقاومة الأساسية أن تكف ألكال الإسرائيلي عن استهداف القيادات الفلسطينية وأن لا يقدم على أي عمل يؤدي إلى توتير وأن تعود الأوضاع إلى أفضل مما كانت عليه هذا أساس المقاومة وكذلك أن تبقى الكدرات المقاومة تتراكم وتتعظم لأي معركة قادمة في الأساس النقطة الثانية التي أشرت إليها موضوع الانفجار الكبير هل يعني فقط الساحة الفلسطينية؟ نحن نتحدث عن مبدأ وحدة الساحة لم يعد مبدأا مقتصرا على الساحة الفلسطينية أقل التطورات الأخيرة والمعركة في الدفاع عن الأقصى تفضي إلى ذلك وكأنه على مستوى محور لكن ما الذي قد يدفع لذلك؟ دعنا نشير إلى نقطتين مهمتين النقطة الأساسية تقارير التي يحاول العدو الإسرائيلي البثة بأن الكيان الإسرائيلي مستعد لخوض معركة متعددة للجبهات هذا يتنافى مع واقع الكيان الإسرائيلي ومواقع الجيش الإسرائيلي هليفي قائد الجيش الإسرائيلي صرح بالأمس أن موضوع القدرة على خوض معركة متعددة الجبهات تحتاج إلى عام في الحد الأدى هذه نقطة أساسية فالعدو الإسرائيلي ليس في صدد أو ليس في مقدرته الخوض في معركة مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فما بالك إن كان هناك ساحات متعددة وجبهات متعددة إذا سمعنا نفتالي بنيت تصريحه بالأمس قال أن ما تلقته إسرائيل في عهد نتنياهو يتحدث عن الثلاثاء الماضية عندما كان هناك مواجهة من سواريخ ما تلقته من سواريخ أكثر مما تلقته إسرائيل في فترة حكومة نفتالي بنيت يعني هو عم بيقول له بعد ما صارت هذه المواجهة يعني فما بالك الآن الموقع الذي أو الموقف الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية نقطة ثانية المهمة نحن الآن على بعد أسبوع من المسيرة الأعلام وهذه نقطة تفجر قادمة ويفتد أن تلحظ الآن إذا كان في وساطات وجهود أن تكون ضمن وقد هددت فصائل المقاومة بحال الاستمرار في نية المسار الذي ينوي المسوطنون السير فيه الدخول من باب المغاربة إلى المسجد الأقصى فأن هناك سيكون رد باعتبار أن هذه نقطة حساسة فربما الكيان الإسرائيلي يدرك هذا البعد الكبير لموضوع المسجد الأقصى وهو لا يريد أن يتتوسع هذه المواجهة إلى حد ما نختم به ما نقوله أيضا عن مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في قناة كان عملية اغتيال القادة في سرايا القدس لم تغير المعادلة صحيح يعني هذا خير ما نختم به حتى الآن بالنظر لما وضعته إسرائيل من أهداف صحيح إن كان اغتيال القادة إن كان على مبدأ تفريق الفصائل المقاومة أو حتى في عملية من ينهي وكيف يتم إنهاء المعركة وأي معادلات ترثل أسمع تعليقك سيد أحمد عبد الرحمن يعني بثلاثين ثانية في الحقيقة هذا كلام مهم تفضل به الضيف الكريم كلام مهم ولكن أنا أريد أن أختم معكم المقاومة بخير أهل غزة بخير شعب غزة بخير وأنا أعتقد السبعمائة صاروخ التي أطلقت حتى الآن وأنا أقول سبعمائة وأعرف ما أقول وليس كما يقول غالنت أربعمائة يمكن أن تصل إلى الألف مع فجر اليوم الغد عفوا يمكن إذا هذا العدو أراد أن يبقى على صلفه أنا أعتقد المقاومة لديها ما تقوله ولديها مفاجآت كثيرة ولا أبالغ العدو من مصلحتها الآن أن توقف المعركة من مصلحته الآن أن يعطي ما تريد أو يلتزم بشروط المقاومة وهي ليست شروط كبيرة هي حق فلسطين أن تتوقف الاقتلال ويتوقف العدوان لذلك أعتقد أن أعود مرة أخرى إما هدوء كبير وإما انفجار كبير أشكرك جزيلا شكر بدك تضيف شيء عفوا سيد باسي يعني أنا أكد على نقطة أنه العدو الإسرائيلي من خلال ما نسمعه من تصريحات وسائل إعلام خاصة الجيش الإسرائيلي هو يحاول أن يوهم أن هناك يعني وقف اطلاق النار وأن هذه الرقع لن تتسع لأنه يريد أن تتجه الأمور بهذا الاتجاه هو يخشى توسيع الدائرة يعني لأن أي اتساع للدائرة لا يمكن أن يحسب أن تتوسع الجبهات سواء من سوريا من الجولان أو من شمال لبنان أو من الضفة الغربية فهذه الصحات مفتوحة وهي على أهبة الاستعداد وهناك اتصالات والتواصلات مشتركة بين محور المقاومة في لحظة ما أنه ستكون محور المقاومة جاهز للرد والدخول في خوض هذه المعركة أشكرك جزيلا شكرا سيد باسم قاسم البحث في مركز الزيتون الدراسات ضيفنا هنا في الستيديو وأشكرك سيد أحمد عبد الرحمن الكاتب في الشؤون السياسية ضيفنا من قطاع غزة المحاصر وطالما قلت يعني غزة بخير والمقاومة بخير نحن نقول نحن أيضا يعني بخير شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدينا سننتقل الآن بعد فاصلا قصير نفتح فيه الملف الثاني ونبحث في مشهدية الاجتماع الرباعي في موسكو بين وزراء الخارجية الدول الأربع إيران روسيا وسوريا وتركيا ومشهدية استلام الرئيس الأسد دعوى من الملك السعودي لحضور القمة الثانية وثلاثين في الخلفيات والمآلات وأيضا الخلاصات تفضلوا رجاءا بالبقائم أهلا بكم الجديد في المسايا من الميادين في ملف الثاني اجتماع الرباعي في موسكو جمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران لبحث التقارب السوري التركي الاجتباع سبقته لقاءات ثنائية بين الفرقاء وصدر إثره بيان عن الخارجية الروسية وصفته بالإيجابي جدا البيان أكد أن الوزراء الأربع ناقشوا بموضوعية وصراحة مسألة استئناف العلاقات السورية التركية في مختلف الجوانب واتفقوا على تكليف نوابهم إعداد خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتنصيق مع عمل وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية التابعة للدول الأربع واتفقت الأطراف كذلك على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات التقنية على نحو ربعي في الفترة المقبلة التطور هذا في موسكو يأتي في وقت كان فيه الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل استفير السعودي لدى الأردن ويتسلم منه دعوة من الملك السعودي للمشاركة في الدولة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية أما الرئيس السوري فقد أكد من جهته أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في ملفنا الثاني معنا من دماشق عضو مجلس الشعب السوري وعضو اللجنة الدستورية السورية دكتور محمد خير عكام مرحبا بكم دكتور عكام ما الذي عبد في الطريق مساء الخير مساء الخير لألك ولكل المشاهدين أهلا بك في اجتماع الرباعية على مستوى وزراء الخارجية في موسكو ما الذي أضيف تعبيده ونصح التعبير في الطريق الذي يعمل على ربطه بين أنقرة ودمشق أهلا بداية بعد مساء الخير هذا المنهج الجديد في التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة أعتقد أنه مصلحة لسوريا وتركيا سوريا وإيران سوريا والسعودية الجديد تراكم هذه الاجتماعات كل اجتماع تفتح الطرق أكثر لمسارات أكثر صراحة وعمقا لأين أخفقنا وأين نجحنا يعني الأولويات السورية للتقارب السوري التركي تختلف عن الأولويات التركية واضح أنها تختلف سوريا عندما تتكلم عن ضرورة انسحاب قوات التركية من داخل الأراضي السورية سوريا عندما تتوقف عن وقف دعم الإرهاب عندما تتكلم عن ضرورة الاتفاق على مفهوم الإرهاب ومن هو الإرهاب في المنطقة بينما تركيا تريد أن تستبق تريد عودة آمنة للسوريين الموجودين في تركيا تريد تعاونا فيما يتعلق بتفكيك المشروع التقسيمي الذي تقوده قصد بدعم أمريكي واضح هذه الملفات كلها ضرورية وكلها مهمة لسوريا وتركيا ولكن الأولويات على أين نبدأ وكيف نبدأ الروسي يسهل كل ذلك لأن هذا التقارب وهذه المقاربة الجديدة هي مصلحة لسوريا وتركيا وللروسي وللمنطقة لذلك شفنا كيف بدأت الاجتماعات بـ 28 واحد على مستوى وزراء الدفاع وقادي أمنيين وكان قبل منه في اجتماعات ذات بعد أمني بعدين بيصير فيه اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية وقادي عسكريين فيما بعد ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الاجتماعات تحقق أهدافها من حيث الدخول أكثر في العمق لمتطلبات هذه العودة وهذا التقارب سوريا وتركيا اليوم وصلنا إلى مستوى اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية للدول الأربعة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه واليوم هلأ سمعنا أنه وقت بيقوله تكليف نواب وزراء الخارجية على مستوى الدول لي وضع خارطة الطريق يعني الاتفاق على الأولويات وكيف يمكن أن يصير في تلك الملفات جميعها دكتور عكام لأنه استمعنا إلى كلمة وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف وتحدث عن هذه النقطة بأنه في لجنة الآن ووزراء الخارجية ستعمل على وضع خارطة طريق تقدم فيما بعد للقادة هذا يفترض أنه تم الاتفاق على بنوده على ملامح هذه الخارطة انطلاقا من هذا الاجتماع لأنه هذه ليست صورة عادية يعني دمشق ليست معنية ان صح التعبير أو أنت تقول لنا أن نرى مصافحة بهذا الشكل بين وزيري خارجية سوريا وتركيا هناك شيء تم الاتفاق عليه بطبيعة الحال أو هذا ما نبحث عنه سيوضع في خارطة الطريق بمعنى لتكتب بعد أن تم الاتفاق عليها ويتم الإعلان عنها أنا أعتقد أنه نعم لا بد أن يكون هناك تقدم مهم أدى إلى هذه الصورة التي تتكلمين عنها لو لم يحدث تقدمهم ولكن بدنا نربط ماذا قلنا سابقا نحن قلنا ضرورة الانسحاب القوات التركية من داخل الأراضي السورية لا بد أن يكون هناك اتفاق يتعلق بهذا الأمر نحن بالنسبة لنا أولوية اليوم تتحدث أيضا كل الأقنية على الاتفاق على موضوع وسوريا كان موقفة واضحة من الطريق الانفور التركي يريد أن يكون له أن يتم الاتفاق على إعادة الانفور وتسيير وفتح طريق الانفور بمشاركة تركية وروسية نحن نتكلم أن هذا الطريق هو موجود ضمن الأراضي السورية وبالتالي سيطرة القوات السورية والدولة السورية على جانبي الطريق هو الذي يسهل فتح هذا الطريق وإبعاد الكيانات الإرهابية عن هذا الطريق هي مسؤولية تركية في 125 متر التي تسيطر عليها هذه الكيانات الإرهابية التي المدعومة تركيا إذا لا بد أن يكون هناك اتفاق فيما يتعلق بهذا الملف وملف الانسحاب حتى نتكلم عن خارط الطريق ما هي النقاط الجديدة التي نتحدث عنها؟ نعم، ما هي النقاط الجديدة التي نتحدث عنها؟ النقاط الجديدة؟ نعم، عندما نستمع لما ترح في هذا الاجتماع في تركيز كبير على موضوع محاربة الجماعات الإرهابية والانفصالية منها وتم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فيه اتفاق على محاربة هذا الوجود وفيه مسعى لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لجماعات انفصالية وتم الإشارة يعني بعين البيان إلى موضوع ضواحي في الرقة وإحياء بين قوسين جيش الحر من فلول تنظيم داعش هذه يمكن أن تكون نقطة انطلاق تجمع الأطراف الأربعة تمهيداً للمسار الذهاب أبعد في خارط الطريق واستكمالها؟ هلأ هاي من البداية واضح من البداية أنها نقطة التقاء ولكن لا يمكن للتركي أن يستخدمها شرطاً للتعمق في البحث في الملفات الأخرى يعني لا يمكن أن يطلب التركي أن نبدأ بهذا الملف وتترك الملفات الأخرى لذلك أنا أقول لك الخلاف بيننا وبين التركية هي الأولويات الاتفاق على الأولويات يبدو في هذا الاجتماع تم الاتفاق على أنا أعتقد وهما عندي معلومات تزامن في فتح كل الملفات يعني لا يمكن أن يكون البدء بهذا الملف هي مصلحة تركية ولكن نعم مصلحة سورية يعني تفكيك المشروع الانفصالي المدعوم تركيا مصلحة سورية ولكن لا يمكن أن يستخدم من محتل آخر هو التركي موجود على الأراضي السورية ويقول أنا متفق على وحدة التراب السوري والأرض وبالتالي تعالوا لن اتفع على تفكيك هذا المشروع بينما هو محتل لجزء من الأراضي السورية هذا غير مقبول سوريا أما الاتفاق على خارطة طريق وخارطة طريق على فتح كل الملفات ولا يمكن النظر إلى الإرهاب بانتقائية يعني الإرهاب هو الإرهاب الكيانات المدعومة تركيا الموجودة في تركيا هو إرهاب يفترض أن هذا يناقش الآن والوصول إلى جانب الدبلوماسي سامحني على المقاطعة يعني يفترض أنه كان قبلها في عودة لاجتماعات على مستوى إمنية وعسكرية ومن ثم الذهاب لاجتماع على مستوى الزراء الخارجي يعني نحن نتقدم حتى في المعنى الدبلوماسي بما فيها لحظ هذه النقاط التي جاءت في اجتماع سابق لكن لأن الوقت دهمنا سامحني على المقاطعة مشهدية اليوم ليس فقط اجتماع رباعي وليهم يكون فيه عمل ومحاولة ورعاية وجهود من روسيا وإيراد أيضا في مشهدية مهمة يأتي السفير السعودي في الأردن ينقل للرئيس السوري بشار الأسد دعوة لحضور القمة العربية 32 في المملكة العربية السعودي هذه مشهدية مهمة جدا وتحتاج لساعات لكن بهاتين المشهديتين كيف وصلنا إلى هنا ما الذي أفضى لنرى مثل هكذا مشهدية المشهدية الثانية شوفي كثير مهمة أن العمق العربي بدأ يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب على سوريا هناك وعي أو استعادة وعي لدور المنطقة والحفاظ على مصالح المنطقة تقوده المملكة العربية السعودية نحن في سوريا نحن من كان يقول أن التشبيك الأقليمي هو مصلحة لكل الأقليم بما في ذلك التركي والإيراني فعندما يكون هناك حراك اليوم مصدره الخليج المملكة العربية السعودية الإمارات لنصل إلى هذه النتيجة فهذا نحن أولاً نعتبره بسوريا انتصار لوجهة نظرنا وتانياً إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وتالتاً هذه تقوّم حور المقاومة وتقول أن الخيارات التي حربنا من أجلها نحن الذين صمدنا وثبت أن هذه الخيارات صحيحة واليوم في طرف آخر يقابلك ويقول نعم هذه الخيارات صحيحة لذلك تعود الأمور تدريجياً إلى نصابها فهناك دعوة للرئيس السوري لأن يحضر القمة في الرياض وأعتقد أن هذه القمة سوف تكون محورية في التعبير عن هذه العودة التعبير عن الدفاع عن مصالح المنطقة والبعد عن المحور الآخر الذي كان يريد فرط خيارات على المنطقة شكراً جزيلاً لكم لا تتفق مع مصالحها على المدى البعيد شكراً جزيلاً لكم دكتور محمد خير عكام أضمار جزي الشعب السوري ضيفنا من العاصمة دمشق لهذه المشاركة معنا في الملف الثاني في المسائية والتي انتهت مشاهدينا دائماً للمزيد الميادين دات نيف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر